يسعد صباحكم سلام وريمة وبالفعل احنا معكم اليوم من مدينة تاريحة في هذا الحدث المهم وفي هذه الأجواء الجميلة وهو ماراثون السلام الذي يقام بمناسبة ذكرى تأسيس الجمعية الدولية للرياضة العسكرية واللي بصادف الثامن عشر من شهر شباط من كل عام فلسطين انضمت لهذه الجمعية في العام 2014 ومنذ العام 2015 وهي تشارك بشكل دوري وبشكل سنوي حتى في ظل الأجواء الصعبة التي عيشها أبناء شعبنا الفلسطيني وفي ظل جائحة كورونا كانت قائمة وحاضرة في الرياضة الدولية اللي بنظم هذه الفعلية اليوم هو اتحاد الرياضة العسكرية الفلسطيني هدفه هو سقل الشخصية الرياضية لدى أبناء ومنتسبي أجهزة الأمن للوصول بهم إلى الاحترافية وليس فقط المشاركة في ظل هذه الفعلية نتحدث أكثر عن أجواء الفعلية وتحضيراتها مع سيادة العميد أمل خليفة يسعد صباحك وبداية نثمن ونبارك وجود العنصر النساء في الأجهزة الأمنية وأنت اليوم على رأس الاتحاد للرياضة الدولية تحكينا اليوم عن التحضيرات لهاي الفعالية وواقع الرياضة العسكرية في فلسطين يعني احنا هاي الفعالية منحضر لها من فترة كتير كتير طويلة من فترة طويلة كل سنة منحضر لهاي الفعالية على أساس أنه تظهر بمظهر مميز على المستوى الدولي لأنه الجيوش العالم كلها بمثل هذا اليوم تقوم بنفس الفعالية وذلك للاحتفال بتأسيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية وكمان رسالة لكل العالم أنه احنا كجيوش العالم ما زلنا نستطيع أن نقدم رياضة غير ما نقدم بميدان الحرب ميدان الحرب هو الاقتتال وميدان الرياضة هي اللغة الجميلة التي يتعاطى فيها كل العالم جيوش العالم كلها بكل لغاته وبكل فئاته عشان هيك هذا اليوم احنا منسميه يوم السلام بمعنى أنه احنا جميعا نركض للسلام جميعا نتكاتف للسلام من خلال الصداقة عبر الرياضة والأخوة عبر الرياضة بالتأكيد سقل الفعاليات وثقل النشاطات والعمل عليها على المستوى الرياضي العسكري بالتأكيد هذا يؤثر إيجابا على الروح العسكرية والروح الرياضية وهناك أيضا المرأة الفلسطينية التي هي حاضرة دائما بالرياضة العسكرية بداية ابتداء مني وكذلك لدينا رياضات رياضيات مميزات في ألعاب عديدة مش بس بالماراثون كمان بألعاب القتالية مثل التايكواندو والكونكو سياسك تحكي لنا عن أنواع الرياضات بطولاتكم مشاركاتكم الدولية لدينا هناك العديد احنا كل ما ينطوي تحت راية اللجنة الأولمبية هو موجود من ألعاب تحت راية الاتحاد الفلسطيني للرياضة العسكرية وكذلك تحت راية الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية هناك العديد من الألعاب القتالية مثل الجودو، المواي تاي، المصارعة، التايكواندو، الكونكفو وهي ألعاب مميزة لدينا ولدينا وفيها العديد من المنتخبات الفلسطينية هي مشكلة من كادرنا العسكري ومن كادراتنا كمان يعني ما بدي أنسى صبايانا المميزات العسكريات المميزات اللي احنا منشتغل حقيقي على أنه احنا ندعمهم، نقدم لهم، نمكنهم ونقدم لهم كل ما نستطيع عشان يوصلوا للتتويج مش بس أنه يشاركوا على لبصات كمان لا بدنا إياهم أنه يطلعوا على منصات التتويج بالنسبة لرياضات الباقية أكيد الألعاب الجماعية هناك كرة الطائرة وهناك كرة القدم كرة الطائرة كما تعلمون هي الآن بطل دوري فلسطين وكان المفوض يشاركوا في القاهرة ببطولة أندية العرب للأسف شديد صار في مشكلة بالبيئز من إخواننا المصريين ولكن بالتأكيد أنا وعدتهم أنه أعوض لهم ياها بأقرب بطولة دولية رح يكون لفريق الطائرة نصيب مهم وفريق قرة القدم كذلك هو من الفرق القريبة على قلبي جدا وأنا بحبهم كتير ولأنه كانت بداياتهم معاي كمان زي فريق الطائرة هم يعني أتعاطى معهم مش كأنهم لاعبين عسكريين فقط هم أبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية هم بمثلوا المؤسسة الأمنية والعسكرية بدور قرة القدم وإن شاء الله هذه السنة نرجع نصعد للاحتراف لأنه إحنا كنا بالاحتراف وهبطنا إن شاء الله نرجع نصعد للاحتراف إن شاء الله بالتوفيق ونتمن جهودكم أكيد سيادتك طيب تحكي لنا عن أهمية اللياقة البدنية يعني هي ليست بعيدة عن مهارات منتسبية أجهزة الأمن ويعني هي متطلب أساسي لمنتسبية أجهزة الأمن أهمية الرياضة واللياقة البدنية بالنسبة للأجهزة الأمنية بالتأكيد العقل السليم في الجسم السليم دائماً نحن نقول هذه المقولة ومنأكد على أن العسكري بدون ما يكون رياضي وعنده لياقة بدنية لا يستطيع القيام بكل مهامه حتى على المستوى العسكري الرياضة مهمة جداً جداً مهمة لصحته العقلية وصحته النفسية وحتى بإمكان من خلال الرياضة إبراز الطاقة الإيجابية اللي موجودة داخل كل عسكري والموجودة داخل كل إنسان طبيعي ولكن هاي الطاقة الإيجابية الموجودة عند العسكري هي بتلعب أكثر من دور غير الإنسان المواطن المدني العادي أول شي لأنه مهامه كتير كتير صعبة مهامه وطنية وممكن ينحط حد ضغط كتير كتير عالي على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسدي فلابد أنه يكون لديه هاي القدرة للتحمل لديه هاي القدرة من اللياق البدنية لديه هاي القدرة من حتى الأفق الواسع أنه كيف يقدر أنه يتعاطى مع الضغوط اللي ممكن يتواجه بمهامه العسكرية وأعتقد أنه هاي الرياضة هي من الأساسيات والأمور المهمة جداً اللي ممكن يتوفر لهذا العسكري كل هاي الصفات سيادتك تحكينا عن خصوصية النشاط اليوم يعني هي في السنوات السابقة كانت تتمثل في الركض تحكينا إيش النشاط اليوم والمشاركين في هذا النشاط شو شروط اشتراكهم وكيف يتم اختيارهم هذا هو الماراثون السابع العاشر عفوان هذا الماراثون العاشر اللي بتقوم في دولة فلسطين على المستوى الرياضة العسكرية بمثل كل الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجودة بأرض الوطن رح يشاركنا اليوم أكثر من 300 عسكري وعسكرية هاي السنة احنا فتحنا مجال لأنه كان فيه مطالبات دائماً بالسنوات الماضية رح يكون فيه مجال أنه بعض المدنيين الرياضيين كانوا يحبين يشاركوا معنا وخاصة ممثلين القناصل والسفارات يعني هناك أجانب رح يكونوا معنا اليوم رح يشاركونا بالتأكيد مهم جداً زي ما حكيت أنه هذا الماراثون هو ماراثون للسلام هو ماراثون إحنا منوصل فيه رسالة أنه شعب الفلسطيني رغم كل المعيقات وشعب الفلسطيني رغم الاحتلال وشعب الفلسطيني رغم كل الضغوطات اللي بمر فيها على مستوى مدني أو على مستوى عسكري ولكن قادرين أنه احنا نكون مميزين رياضياً زي ما احنا مميزين بأمور تانية نعم سيادتك يعني الرياضة هي شيء مهم وهي لغة المحبة اللي بتوحد العالم وبتجمع كل العالم احكي لنا أهمية المشاركة في هذا الموضوع وفي هاي الجمعية الدولية يعني على موضوع إظهار فلسطين ومن ناحية سياسية يعني زي ما منعرف احنا عانينا كثير بصراحة لحد ما صورنا أعضاء فاعلين بالاتحاد الدولي للرياضة العسكرية السيزم أولاً كانت فلسطين في ذاك الوقت وما زالت طبعاً بسبب الاحتلال لا تنطبق عليها كل شروط العضوية يعني احنا ما عنا سيطرة على حدود ما عنا فئات بحرية ولا عنا فئات جوية ولا عنا فئات مشاو مدفعية زي ما هو مطلوب وزي ما هو قانون بالاتحاد الدولي ولكن احنا أصرينا على هذه العضوية وأصرينا على حقية فلسطين أنه يكون ممثل بهذا المكان ببساطة مطلقة لأنه رسالة هذا المكان رياضية ورسالة سلام وهي هاي الرسالة اللي بتقدمها السيزم الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية هي رسالة صداقة ورسالة أخوية عشان هيك كان مكاننا هناك وكان لابد أن نكون موجودين بالاتحاد الدولي للرياضة العسكرية وعليه الحمد لله رب العالمين بتصويت أكتر من 70% من الأعضاء وأكتر من 70% من الأعضاء احنا تم اعتمادنا كأعضاء بالاتحاد الدولي من هذا المجلس احنا منقدم رسالتنا كشعب فلسطيني منقدم رسالتنا كجيش فلسطيني أنه لدينا حقوق أنه احنا موجودين أنه احنا بنرفض العنف أنه احنا بنرفض الاحتلال أنه احنا بنرفض الإرهاب احنا نرفض كل ما يمارس علينا على الشعب الفلسطيني للتخلي عن قضيتنا وللتخلي عن مبادئنا وعن قدسنا وعن عاصمتنا لا احنا رسالتنا واضحة حتى بالاتحاد الدولي أنه احنا فلسطينيين موجودين منطالب دائما بدولتنا المستقلة عاصمتها القدس الشرقية ودائما نوصر رسالة الأخ أبو مازن كرئيس لدولة فلسطين وقائد وأبلئ لنا جميعا أنه احنا الفلسطينيين موجودين وبناء على تعليماته رح نظلنا موجودين بإذن الله نعم أشكرك سيادة العميد أمل خليفة على هذه التفاصيل كنت معنا إذن مشاهدين أبناء الأجهزة الأمنية متميزين وليس بعيد عنهم هذا التميز في موضوع الرياضة واللياقة البدنية ترجمة نانسي قنقر